اشتركوا في القناة وعشرات الجرحة في فجار ضخم يهز الضاحية الجنوبية من بيروت مع قلة حزب الله والمعارضة السورية والأمم المتحدة تدعوان نظام دمشق لهدنة خلال شهر رمضان اهلا بكم نستهل نشرتنا بالشأن العراقي اكد رئيس ديوان رئيسة اقليم كردستان فؤاد حسين ان رئيس الاقليم سيزور بغداد مجددا بعد شهر رمضان المقبلة قال حسين في تصريح صحفي ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي سيزور اربيل ايضا من دون ان يعطي موعدا محددة للزيارة اشار رئيس ديوان رئيسة اقليم كردستان لان بارزان بحث مع القادة السياسيين ورؤساء الكتلة النيابية في بغداد اهمية تشريع قوانين مؤجلة نافيا صحة الانباء التي اشارت الى وجود اتفاقات او تفاهمات بين بارزان والمالكي بشأن تمديد ولايات المناصب الرئاسية في بغداد واربيل وفي السياق وصف سفير الامريكي ستيم بيركروفت الزيارة الاخيرة لرئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزان الى بغداد بانها بادرة خير وبداية ملائمة لمعالجة المشاكل واوضح بيان لحكومة الاقليم ان السفير الامريكي قال انه على الرغم من ان المشاكل والازمات العراقية معقدة للغاية وليس من السهل معالجتها لان مبادرة الرئيس بارزان ايجابية وجاءت في وقتها المناسب لاستئناف الحوار ومناقشة عدد من المشاكل المتشعبة والتي تعتبر مصدر الازمات السياسية في البلاد من جانبه عرب بارزان عن ترحيبه وشكره للدعم الذي ابداه الجانب الامريكي للزيارة التي قام بها الى بغداد مشيرا الى ان المواطنين ينتظرون ان تسفر هذه الزيارات واللقاءات عن نتائج ايجابية وعملية وبعكسه ستتضاءل فرص التوصل الى حلول لتلك المشاكل ذكرت مصادر للتغيير على زعيم حركة كوروانا المعارضة نوشروانا مصطفى يعتزم البدء بكشف مواصفها وثائق سرية تتعلق بالحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان العراق واضف المصادر ان هذه الوثائق بحسب مصطفى تتعلق بكيفية اتفاق حزبي الاتخاذ الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على تقاسم منصب رئاستي العراقي والاقليم اشرت المصادر الى ان حزب الاتحاد الوطني توعد نشروان مصطفى بعد اجتماع لقيادة الحزب بتهديد قوي لم يفصح عن طبيعته واوضحت ان حزب الاتحاد الوطني اعتبر ان نشر هذه الوثائق اعتبر سلوكا غير حضاري ومعيبا مشيرة الى ان الحزب تساءل اذا كان مصطفى يريد ان يصل بالنزاع الى هذا الحاد عليه ان ينتظر كشف ما اسماها ملفاته السوداء اعرب اتلاف متحدون عن تفاؤله بتشكيل مجلسي محافظتي الانبار ونينوح لانتهاء من مصادقة الهيئة القضائية للانتخابات على اسماء المرشحين الفائزين مرجحا ان يتم اعلان المصادقة خلال الاسبوعين المقبلين وقال القيادي في الاتلاف احمد المساري في تصريح صحفيا ان اتلافه ضم مع حلفائه تحقيق النصاب والتصويت لصالح مرشحيهم في مجالس الانبار ونينوح لتولي المناصب الرئيسة واشار المساري الى ان متحدون حسم امره بالتحالف مع قائمة التأخي والتعايش الكردية في محافظة نينوى لتشكيل مجلس المحافظة الجديد مضيفا ناثيل النجيفي المحافظ الحالي هو مرشح متحدون لتولي دورة ثانية فيما سيكون منصب رئيس مجلس المحافظة من نصيب الكرد وفيما يخص ابرز المرشحين لتولي منصب محافظة الانبار ركد المساري ان اسماع عدة مطروحة من ابرز قيادات متحدون حيث سيتم خلال هذه الايام توصل الى قرار بشأن المرشح الاوفر حضا لتولي المنصب خالف النائب عن اتلاف دولة القانون منصورة ميمي رأي الاتلاف حول اعتماد نظام سانتليغو في الانتخابات البرلمانية المقبلة ووصفه بالجيد فيما انتقد دعوات بعض الكتل السياسية لاعداد القانون وفقا للقائمة المغلقة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة وسط جدل بين الكتل السياسية حول اعتماد نظام سانتليغو في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع عدم خرج النائب حسين المنصوري ليخالف رأي قائمة اتلاف دولة قانون ويصف نظام سانتليغو بالجيد المنصوري الذي انتقد دعوات بعض الكتل السياسية لاعداد القانون وفقا للقائمة المغلقة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة قال ان الكتل الكبيرة بعد ان اثبتت ان جميع شخصياتها الحزبية الكبيرة افلست في الانتخابات وتقدم الشخصيات المستقلة لا تمثل التوجهات الحزبية ارادت ان تعد قانون من اجل مصالح شخصية لكن القياد في الاتلاف نفسه حيدر لعبادي انتقد نظام سانتليغو الذي اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات السابقة ووصفه بغير العادل وفيما رفض اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ودعا الى التصويت على نظام القائمة المفتوحة داخل مجلس النواب وبصورة علنية نوضح موقفنا بشكل صريح وواضح موقفنا في دولة القانون وفي حزب الدعوة الاسلامية بالذات ضد اي قائمة انتخابية مغلقة نحن مع القائمة المفتوحة ونرى ان العودة الى القوائم المغلقة هي عودة الى الوراء في النظام الانتخابي وهذا غير مسموح به وغير جائز نريد ان نطور النظام الانتخابي العراقي حتى يعكس مشاركة كل المواطنين وكل المرشحين بشكل صحيح في الانتخابات القادمة اعتراض دولة القانون جاء في وقت اعلن فيه التحالف الوطني واتلاف العراقية تقديم مقترحات الى رئاسة مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية واكد الجانبان ان ابرزها اعتماد نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وتوزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من اصوات فيما اشار الى ان الهدف من المقترحات هو منع ردود فعل من يشعر بالغبن والتهميش اعتماد نظام الدوائر المتعددة لكونه ينسج مع المبدأ الدستوري المتضمن تحديد مقعد واحد لكل مئة الف نسمة ويحفظ حق كل محافظة بمقاعدها ويمنع تمدد كل محافظة على مقاعد المحافظة الاخرى ثانيا نطالب باعتماد القائمة المفتوحة وعندها من يخسر يسهل عليه قبول الخسارة على العكس مما لو استبعد من المشاركة من اول الامر جدير بالذكر ان العمل بنظام القائمة المغلقة لا يتيح للجمهور معرفة هويات وشخصيات المرشحين او تسلسلاتهم في القائمة ويقول المناوئون بالعمل بها انها تسلب ارادة الناخف المفاضلة بين المرشحين اختيار اصحاب الكفاءة وفي القائمة المفتوحة فان المرشحين يكونوا معروفين للجمهور حتى اذا انتخب غيرهم من القائمة نفسها فانهم يترشحون لان قانون النساب الذي وضعته المفوضية للقوائم الفائزة يشمل قائمتهم ايضا كما استبعد اتلاف دولة القانون كان تمرير اقتراحات جديدة لتعديل مشروع قانون الانتخابات العامة فيما يتعلق بمنع مزدوجية جنسية من الترشح الى الانتخابات البرلمانية المقبلة كونها تنتقص من الانتماء الوطني وفيما اعتبر القيادة في حزب الدعوة عبدالهادي الخساني في تصريح صحفي الاقتراح استرزازيا اكد ان تعديل بعض مشاريع القوانين التي تهم المواطن وتنعكس ايجابا على واقع العمليات السياسية برمتها امر مرحب به شرط ان لا تتضمن التعديلات اي اساءة الى العراقيين سواء في الخارج او الداخل اضاف الحساني ان معظم عضاء مجلس النواب يحملون اكثر من جنسية معربا عن اعتقاده ان هذا الامر سيقف حائلا دون تمرير القانون وفيما يتصل باقرار قانون الاحساب كان مستشار اتلاف العراقية عشورا عدم اقرار هذا القانون لأكثر من عشر سنوات في العراق واجرع انتخابات دون هذا القانون الذي يحصنها وسيؤثر على اي انتخابات مقبلة ويضعف المسار الديمقراطي في العراق اقل عشور في بيانان ان مسودة قانون الاحزاب موجودة في البرلمان ولكنها لم تطرح على جدول اعماله منذ فترة طويدة مشيرا الى ان قانون الاحزاب اذا ما تم اقراره سيمنع بروز كوتل سياسية مدعومة من الخارج ويمنع التمويل غير القانوني الذي يؤثر على خيارات المواطنين الحقيقية هذا وانهت لجنة القانونية النيابية صيغة مشروع حظر حزب البعث وقررت احالته الى رئاسة مجلس النواب من اجل عرضه للقراءة تمهيدا للتصويت عليه قال عضو اللجنة حسون الفتلاوي ان اللجنة نجحت بالاتفاق على صياغة موحدة لاغلب فقرات هذا القانون تم احالته الى رئاسة البرلمان كشف الفتلاوي عن ان الخلاف لا يزال مستمرا مع باقي الكتلة السياسية على تسمية القانون فالتحالف الوطني مصر على تسميته حظر البعث في حين يصر اتلاف العراقية على اضافة لفظة الصدامي موضحا ان الاتفاق جرى على طرح التسميتين على النواب الذين سيكون لهم كلمة الفصل اثناء التصويت على القانون يواصل ناشطون واعلاميون مساعيهم عبر صفحات تواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حملاتهم الجماهيرية لتخفيض او الغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء وعضاء مجالس المحافظات يأتي ذلك في وقت عبر فيه عراقيون عن ترحيبهم بالسعي لتخفيض او الغاء هذه الرواتب وعن تفاؤلهم باقرار قانون يقر هذا التخفيض ضمن مساعيهم لتخفيض او الغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء واعضاء مجالس المحافظات يواصل ناشطون واعلاميون مساعيهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حملتهم التي اثمرت عن توقيع بعض النواب على رفضهم تسلم التقاعد بعد نهاية خدمتهم بل وانضمامهم الى الحملة الجماهيرية وبحسب مصادر عدة يبلغ راتب النائب عشرة ملايين دينار شهريا فيما يتقاض الوزير ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار بينما يتراوح راتب اعضاء مجالس المحافظات بين ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار الى خمسة ملايين دينار شهريا وتتجاوز رواتب النواب والوزراء العراقيين واعضاء الحكومات المحلية مائة مليون دولار سنويا اي اكثر من مائة وسبعة عشر مليار دينار وفيما عبر مواطنون عن ترحيبهم بالسعي لتخفيض او الغاء الرواتب التقاعدية للنواب وعن تفاؤلهم باقرار قانون يقر هذا التخفيض اعرب ناشطون عن تأييدهم لذلك نظرا للهدر الكبير في الميزانية والمال العام مقارنة بدور ومهام البرلمانيين ومجالس المحافظات في تقديم الخدمات للعراقيين وفي هذا الصدد ذكر عدد كبير من العراقيين ان شريحة كبيرة من الشعب العراقي اصبحت تعيش تحت خط الفقر بحسب احصائيات الامم المتحدة فيما يتم تخصيص مبالغ طائلة كرواتب ومنافع اجتماعية لاعضاء في مجالس النواب لم يكونوا بمستوى المسئولية التي اوكلت لهم وغالبا ما يكونوا مختلفين فيما بينهم كما ان ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي تداول منشورات وشعارات ورسوم وصور تدعو الى التفاعل مع هذه الحملة التي كشفت جانبا مخفيا عن اموال الشعب العراقي التي يتم توزيعها بطريقة غير قانونية على الطبقة السياسية في البلد بما يشبه تقسيم الثروة الوطنية على نطاق ضيق جدا يشمل المسئولين ومن يدور في فلكهم فقط فيما لا يدخل الى بيوت الاف العائلات العراقية اي مرتب بما في ذلك رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية خبراء اقتصاديون انضموا الى حملة تخفيض او الغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء واعضاء مجالس المحافظات منتقدين سلم رواتب البرلمانيين وتقاعدهم وطالبوا الجهات التشريعية باستعمال المعايير الدولية لرواتب الموظفيين ورواتب التقاعدية بعد ان اوضحوا ان اغلب الدول تعتمد على قياس متوسط اعلى راتب واقل راتب وبمجبه يمنح الراتب للمتقاعد على ان لا تتجاوز الفوارق نسبة 5% هؤلاء الخبراء اشاروا الى ان 35% من النواب غائبون عن جلسات البرلماني بشكل تام ويقيمون خارج البلاد ويتقاضون امتيازات في بلد يعيش اغلب مواطنيه تحت خط الفقر دعينا الى انتفاضة الالكترونية ومدنية ضد النظام البرلماني برمته والعمل بالنظام الرئاسي لانهاء المحاصصات الطائفية والحزبية التي قوضت جميع مشاريع التنمية والنهوض العمراني وصل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى قضاء طوز خرماته على رئيس وفد نيابي كبير لتفقد احوال القضاء وذكر مصدر مطلع للتغيير ان النجيفي والوفد المرافق له زارة او زار عائلتي علي هاشم مختار اوغلو نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية واحمد عبدالواحد قوجة معاون محافظ صلاح الدين الذين لقيام اسرعهما في الانفجار الذي استهدف معتصمين تركمان في قضاء طوز خرماته في حزيران يونيو الماضي واشار المصدر الى ان رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له يعتزمون اللقاء بموثلي مكونات القضاء اعلن مصدر امني ان قيادات الجيش الاتحادي في محافظة كاركوك ابلغت خلال جولة انتفاقودية في مشروع خندق كاركوك المقاولين العاملين في الخندق بوقف العمل فيه في المقابل اكد قائد شرطة كاركوك اللواء جمال طاهران اعمال الحفر في الخندق مستمرة مشددا على انه لا يحق لأي جهة منع العمل في الخندق الامني الذي يشمل جميع مناطق كاركوك الشمالية والجنوبية ولا يهدف لتحقيق اي غرض سياسي يذكر ان خندق كاركوك اوقف العمل فيه منذ فترة بنائه على توصيات جاءت من مكتب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي فيما اكد الاخير في وقت سابق عدم علمه بكتاب صدر من مكتبه بوقف العمل في الخندق طالب النائب عن كتلة المواطن محمد لوكاش البرلمان بنظيف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الاسبوع المقبل للاطلاع على تقريره حول صفقة الاسلحة التي وقعها اثناء زيارته الاخيرة الى روسيا وكان المالكي اكد خلال زيارته لروسيا في الثاني من الشهر الحالي عدم وجود عراقيلة في طريق تنفيذ صفقة الاسلحة التي ابرمها العراق مع روسيا نهاية العام الماضي لم يستبعد رئيس الوزراء اقتصفقات اسلحة جديدة مع روسيا باعتبار ان لبغداد علاقات تاريخية طويلة مع موسكو في هذا المجال مشيرا الى ان العسكريين العراقين اعتادوا على استخدام الاسلحة الروسية لم تعد لتصريحات المسؤولين عن ملف طاقة الكهربائي اهمية كبيرة في اوساط الشعب العراقي الذي مل الوعود التي طرقت اسمعه على مدى العقد المنصرم دون ان يرى ايا منها يتحقق على ارض الواقع مما اضطره الى الاعتماد على نفسه في توفير الكهرباء عن طريق المولدات الاهلية بعد ان تنصلت الحكومات المتعاقبة من واجبها في سد النقص بامدادات الطاقة الكهربائية من جديد عاد وزير الكهرباء العراقي كريم الجميلي لتأكيد عزم الوزارة على انهاء ازمة الكهرباء القاسية في البلاد بحلول نهاية هذا العام الجميلي تعهد خلال افتتاحه الاثنين الوحدة الاولى من مشروع محطة واسط الحرارية بانفاذ وعوده التي يترقبها المواطنون منذ اعوام وعلى بعد خمسة شهور من انقضاء المهلة التي تحدث عنها الوزير ازداد ضيق المواطنين لسيما في موسم الصيف الحر الامر الذي وجد صدا واضحا لدى ممثل الشعب في مجلس النواب اضو لجنة الخدمات النيابية احسان ياسين قال ان الوعود التي قطعها وزير الكهرباء تجافي الحقيقة مضيحا ان معدل ساعات قطع التيار الكهربائي يزيد على 12 ساعة يوميا وحمل ياسين وزارة الكهرباء مسؤولية تدهور قطع الكهرباء في البلاد وتحديدا فيما يتعلق بمتابعة عمل الشركات المنفذة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ولم يكتفي اضو لجنة الخدمات النيابية بهذا القدر بل طالب باقالة الجميل وكبار المسؤولين في الوزارة مشددا على ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء متمثلا برئيسه نور المالكي هذا القرار عاجلا اما اضو لجنة النفط والطاقة النيابية خليل زيدان فقال من جهته ان ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد تتفاقم بسبب نقص الانتاج وتقادم الشبكة الناقلة للطاقة واضح ان نسبة الطاقة الضائعة في خطوط النقل تبلغ 40% جراء ذلك واتفق زيدان مع رئيز ميله احسان ياسين القائل ان تصريحات وزير الكهرباء بحل المشكلة نهاية هذا العام مخالفة للحقيقة فيما بيّن زيدان ان لجنة الطاقة النيابية بصدد وضع اللمسات الاخيرة لتقرير حول الكهرباء يصيب اللجوء الى الاستثمار لحل ازمة الطاقة بشكل جدري وان لجنة النيابية وصلت الى قناعة تامة ان الوزارة غير قادرة على حل مشكلة الكهرباء في البلاد افادت مصادر امنية عدة بمقتل واصابة عدد من الاشخاص في العاصمة بغداد فقد قتل مدنيون واصيب ثلاثة اخرون بجروح بليغة في انفجار سيارة ملغمة كانت مركونة في شارع التدبير بقضاء الترمية شمالي العاصمة يأتي ذلك قبيل مقتل صاحب مولدة بهجوم مسلح نفذه باسلحة مزودة بكواتم صوت بمنطقة الغزالية غربي بغداد التي شهد قضاء التاجي شماليها حادثا مباثلا استهدف موظفا في معمل مصابح التاجي قبل ان يصاب عنصر شرطة بهجوم مسلح استهدف دوريته في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد فيما قتل تاجر عقارات بهجوم مسلح نفذه مجهولون على مكتبه بالقرب من مرقد سيد دريس في منطقة الكرادة داخل وسط العاصمة هذا وقدم مسلحون مجهولون على قتل اربعة اشخاص من اسرة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة كرادة خارج وسط بغداد فيما عثرت قوة امنية على جثة طفل فوق سطح احد المنازل في مدينة الصدر شرقي العاصمة وفي محافظة البصر اقتل مسلحان مجهولان شيخ عشيرة بني اسد في المحافظة وذكر مصدر امني ان المسلحين اطلق النار في منطقة الجنينة على شيخ عشيرة بني اسد حسين خريبط الخيون واردياه قتيلا في الحال الى ذلك اعلن مصدر امني مقتل ضابط متقاعد برتبة عميد بهجوم مسلحا استهدفه قرب منزله واقع في ناحية الهارثة شمالي محافظة البصر وفي محافظة الانبار قتل شرطي واصيب مدني بهجوم مسلحا نفذ باسلحة مزودة بكواتم صوت وسط مدينة الفلوجة حسب ما افاد مصدر امني لا تزال قلوب العراقيين تعتصر المنالة خادثة مقتل مدرب نادي كربلاء الرياضي محمد عباس بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات سواتة تابعة لمكتب رئيس مشلس الوزراء نوري المالك مطالبين بتوفير الحماية للرياضيين تفاصيل اوفا في سياق التقرير الهاتف لم يكن مدرب نادي كربلاء محمد عباس او ابو سمية كما كان يلقب من قبل زملائه واصدقائه يعلم ان مباراة نادي كربلاء مع نادي القوة الجوية يوم الاحد الثالث والعشرين من حزيران يونيو الماضي هي اخر مباراة يشهدها في حياته بعد ان كان يعيش مطمئنا مع عائلته في هولندا ليفارق الحياة على ايد ثلة من قوات سوات بعد تعرضه لضرب مبرح اسفر عن اربعة كسور في الجمجمة الجمهور الرياضي والاندية الكروية وحجد من الرياضيين العراقيين وبعد ان خرجوا في تظاهرة في السابع والعشرين من حزيران استنكارا لحادثة عباس شيعوا جثمانه الاسبوع الماضي في كربلاء وسط غضب واستنكار شديدين وشارك في التشيع اعضاء في مجلس النواب ومسؤولون محليون ومئات من الرياضيين وممثل الاندية الرياضية واتحاد الكرة اما ادارة نادي كربلاء فانها جددت المطالبة بانزال اقصى العقوبات بحق افراد قوات سوات المتورطين في الاعتداء على مدرب النادي محمد عباس وقال حسين رضا مساعد المدرب القتيل ان ادارة النادي طالبت الحكومتين المحلية والمركزية بخروج قوات سوات من المحافظة فضلا عن توفير قوة امنية خاصة لحماية اللاعبين من اي اعتداء كما ان وزارة الشباب والرياضة وصفت من جهتها مقتل عباس بالصابقة الخطيرة وقال مدير المدارس التخصصية في الوزارة وصف كريم عباس ان هناك دعوا قضائية بحق الجنى مشيرا الى ان مستشارا قضائيا لازم المدرب الراحل في المستشفى لمدة ستة ايام المشيعون وصفوا مقتل المدرب محمد عباس بانه جريمة بشعة نفذها همجيون وشدد عدد منهم على ضرورة ان تتخذ السلطات العليا في البلاد اجراءات حاسمة للحفاظ على ارواح المواطنين وكرامتهم مجلس محافظة كربلاء قرر منح عائلة مدرب كربلاء خمسة وعشرين مليون دينار اضافة الى قطعة ارض سكنية حيث اكد رئيس المجلس نصيف الخطاب تنحية قائد مجموعة سوات من عمله واحالته الى التحقيق مشددا على ان مجلس المحافظة يعمل بجد من اجل عدم تكرار مثل هذه الحادثة اعلن ديوان الوقف السني في العراق ان يوم غدا الاربعاء سيكون اول ايام شهر رمضان المبارك كما اعلن الدول العربية واسلامية عدى من بينها الاردن ولبنان ومصر وقطر والسعودية واليمن والامارات والسودان الى جانب ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وايران وماليزيا واندونيسيا ان يوم الاربعاء سيكون اول ايام الشهر الفضيل للعام الهجري 1434 كما اعلن في سنغافورة وبروناي واستراليا ان يوم غدا الاربعاء هو اول ايام شهر رمضان في حين اعلن في روسيا وفرنسا ان اليوم الثلاثة هو اول ايام الشهر الفضيل تتقدم قناة التغيير الفضائية باحر التهاني والتبريكات لكل المسلمين في العالم لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عاده الله علينا بالخير والبركة التغيير الفضائية تتضرع الى الباري عز وجل بان يحفظ العراقيين جميعا ويلف بين قلوبهم وان ينعم على البلاد بالامن والاستقرار ها قد حل الضيف المنتظر ودق الشهر الكريم ابواب المسلمين في كل المعمورة في العراق لم تثني حرارة الجو الكبيرة الاهالي عن اظهار حرارة الترحيب بشهر الصيام اذ اكتضت الاسواق وامتلأت بالمتبضعين وتهيئوا لاستبدال عاداتهم في الاكل والعمل وتبادل التهاني ودبت روح مختلفة في المدن والارياف وبين الناس وعم التفاؤل بالخير والمغفرة غياب التيار الكهربائي من ارد اعداء الصائمين في العراق اذ تتضاعف المشقة فيتعظم الصبر ويزيد الاجر يأتي رمضان هذا العام والبلاد ما تزال ترزح تحت وطأة الازمات السياسية وانعكاساتها في المجتمع وعلى الامن لا يحلم الصائم البغدادي بالكثير فجل ما يتوق إليه ان تهدأ عواصف الازمات التي تضرب العراق وان يتسامح الزعماء وتغافر القوم وتعود الحياة للسريان في اوردة المدينة في الشأن المصري اصدر الرئيس المؤقت عدل منصور علانا دستوريا يضع البلاد امام ثلاث استحقاقات انتخابية وشعبية تبدأ باستفتاء شعبي على التعديلات الدستورية على ان يلي ذلك انتخابات تشريعية قبل الوصول الى الانتخابات الرئاسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية التفاصيل في سيقة تقرير الاتية بعد ان دخلت مصر الاربعاء الماضي مرحلة سياسية انتقالية جديدة اثر ايطاحة الجيش برئيس محمد برسي اصدر الرئيس المصري المؤقت عدل منصور اعلانا دستوريا ينص على اجراء انتخابات تشريعية قبل العام الفين واربعة عشر الاعلان الدستوري اكد تعيين لجنة دستورية في اقل من خمسة عشر يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها الى الرئيس المؤقت ويقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال الشهر ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين ليعلنوا لاحقا موعدا لتنظيم انتخابات رئاسية خبير دستوري قال ان الطريقة التي صيغ بهاها الاعلان تدعو الى الاعتقاد بان كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة لكنه لا فتا الى ان الاعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك غامضا لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات واطلق عملية تسجيل المرشحين وعين الجيش عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر في منصب رئيس المؤقت للبلاد وازاح محمد مرسي فيما تم تعليق العمل بالدستوري ايضا بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي وفي تطور اخر ذكرت مصادر سياسية رفيعة ان وزير المالية المصري الاسبق سامير رضوان ابرز مرشح مفضل لمنصب رئيس الوزراء المؤقت في الوقت الذي تبحث فيه الادارة الانتقالية المدعومة من الجيش عن طريق للخروج من الازمة السياسية وفي ظل تزايد الاضطرابات الناجمة عن عزل مرسي يحاول الرئيس المصري المؤقت منذ اواخل اسبوع الماضي تشكيل حكومة مؤقتة تستطيع قيادة البلاد نحو اجراء انتخابات جديدة هذا ونشر جيش المصري لقطات من فيديو مصور يظهر اعتداء مسلح من قبل انصار الرئيس المقلوع محمد مرسي على دار الحرس الجمهوري في القاهرة تظهر اللقطات قيام جماعة مسلحة تابعة للاخوان بالهجوم مع القوات الجيش والشرطة حول مجمع الحرس الجمهوري خلال الاشتباكات التي اسفرت عن مقتل 51 شخصا على الاقل خلافا لما افاد به بعض شهود العيان الذين قالوا ان قوات الجيش والشرطة اشتبكت مع المتظاهرين المؤيدين لمرسي الذين تجمعوا في تظاهرات احتجاجا على الاطاحة به خلال ادائهم صلاة الفجرة ويعد الحادث الاكثر دموية منذ الاطاحة بالزعيم الاسلامي مرسي من قبل الجيش الى ذلك استعد انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمزيد من الاحتجاجات التي دعت لها جماعة الاخوان المسلمين بانحاء متفرقة من البلاد ويأتي هذا بعد يوم من مقتل 50 شخصا في الاقل بينهم ثلاثة عسكريين في حادث اطلاق نار امام دار ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة حيث يعتصم انصار مرسي قال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي ان التظاهرات ستضم جنازات ومسيرات واعتصامات في جميع المحافظات واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الجيش باطلاق نار على انصار مرسي يوم الاثنين وهم يؤدون صلاة الفجر امام دار الحرس الجمهوري وصفة الحادثة بانها مجزرة من جهته صرح المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الادارة الامريكية غير مستعدة لوصف الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي على انها انقلاب قال كارني في تصريحات الصحفيين ان الادارة الامريكية ستستغرق الوقت اللازم لمراجعة ما حدث في مصر ولمراقبة جهود السلطات المصرية لتشكيل طريق شمولي وديمقراطي واضح كارني ايضا ان الادارة الامريكية ليست على وشك قطع المساعدات المقدمة لمصر رغم الاضطراب السياسي اكد المتحدث باسم البيت الابيض ان الولايات المتحدة ستركز على دعم خفض الاستقطاب في مصر وتسريع عودتها الى حكومة منتخبة ديمقراطيا في اقرب وقت ممكن كما دع المتحدث باسم البيت الابيال جي كارنيا الجيش المصري للتحلي باقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين الذين حثهم على الالتزام بالتظاهر السلمي تشعر الولايات المتحدة الامريكية بقلق عميق تجاه تزايد العنف والمستوى الخطير للاستقطاب السياسي في مصر وبدورنا ندين بشدة اية اعمال عنف او التحريض عليها ونعرب عن تعازينا للقتل وعوائلهم وكذلك الجرحى ونتمنى لهم الشفاء العاجل ندعو الجيش المصري الى التحلي باقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين كما نحث المتظاهرين على الالتزام بالتظاهر السلمي وهنا ندين الدعوة الواضحة الى العنف التي اطلقها الاخوان المسلمون في لبنان هز انفجار كبير الضحية الجنوبية في بيروت التي تعد معقلا لحزب الله مما اسفر عن سقوط 38 جريحا بحسب ما افادت به قناة المنار اللبنانية التابعة للحزب واكدت المنار ان الانفجار ناجم عن سيارة ملغمة في مرابي سيارات في منطقة بئر العبد بالضحية الجنوبية لبيروت قرب مركز التعاون الاسلامي وادى الانفجار الى احتراق عدد من السيارات فيما شهدت عمدة الدخان من مناطق مختلفة من العاصمة بيروت وخلفت اضرار مادية كبيرة وعلى الفور المحاعد كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني الوفاء للمقاومة النائب علي عمار الى وجود اصابع اسرائيلية وراء الانفجار الذي وقع بسيارة ملغمة في الضحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله مما ادى الى سقوط عشرات الجرحة وفقا لمعلومات اولية ولم يستبعد عمار في تصريح اللهو اثناء تفقده مكان الفجار منطقة بئر العبد بضحية بيروت الجنوبية استهداف الضحية التي تعد حاضنة المقاومة بمثل هذه العمال الخبيثة والدنيئة التي يتضح بخلالها بصمات العدو الاسرائيلي وادواته بحسب تعبيره من جهة ثانية استبعدت مصادر امنية لبنانية استهداف شخصية محددة بالانفجار مرجحة ان الهدف من العمل تخريبي فقط وفي شأن السوري اعلن حزب البعث العربية الاشتراكية الحاكم اختيار قيادة قطرية او قطرية عفوا جديدة للحزب تغير فيها معظم اعضاء القيادة السابقين واحتفظ الرئيس السوري بشار الاسد بموقع الامين العام للقيادة القطرية للحزب وكان من ابرز من فقدوا مواقعهم في القيادة القطرية الجديدة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع والامين القطري المساعدة السابق محمد سعيد قالت مصادر مطلع أن اللجنة المركزية للحزب عقدت اجتماعا موسعا تواصل لعدة ساعات الاثنين تم فيه انتخاب قيادة قطرية جديدة وكان أبرز من صعد إلى القيادة الجديدة هو هلال هلال أمين فرع حلب للحزب الذي انتخب أمينا قطريا مساعدا للحزب من جهة أخرى دعا نظام سوري محقيقي الأمم المتحدة في الأسلحة المحضورة إلى زيارة دمشق لمناقشة المزاعم المتعلقة باستقدام أسلحة محضورة في الحرب الجارية في البلاد مبينا أنه لن يقدم تنازلات بشأن دخول فريق التفتيش ووجه السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار جعفر اتهاما جديدا لمقاتلي المعارضة متهمنياهم بتخزين مواد كيميائية سامة وبينا أن السلطات السورية اكتشفت في مدينة بانياس مئات البراميل المليئة بالمواد الكيميائية التي يمكنها تدمير مدينة بأكملها لم تكن البلاد كلها ولم يستطع فريق التحقيق للأمم المتحدة دخول الأراضي السورية حتى الآن لأن حكومة الأسد لا توافق إلا على دخوله مدينة حلبة حيث تبادل جانباء الصراع الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية هذا وشهدت العاصمة السورية دمشق انفجارات عدة تسببت بوقوع عدد من القتلى والجرحى ونشوب حرائق وتصاعد عميدة دخانا وقع انفجار في منطقة مساكن العريم بينما أفادت شبكة سوريا مباشر بوقوع انفجار ثاني في المنطقة الواصلة بين جسر الرئيس وجامعة دمشق في حي البرامكة تضاربت المعلومات حول انفجار آخر هز حي الورود القريب من مساكن الحرس الجمهوري في قدسية حيث أفاد السنة الثورة بانفجار سيارة ملغمة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى أفادت الهيئة العامة بان قوات النظام قصفت في ريف العاصمة بلدات خانا الشيح والمليحة بالمدفعية الثقيلة رجمت الصواريخ كما تعرضت معظمية الشام لقصف مدفعيا عنيف قبل الختام تذكر بأبرز العناوين بارزاني في بغداد مجددا بعد رمضان وواشنطن تعتبر زيارته الأخيرة بداية لمعالجة المشاكل متحدون متفائل بتشكيل مجلسي محافظتي الأنباري ونينة وحال الانتهاء من المصادقة على اسماء المرشحين الفائزين الرئيس المصري الموقع تصدر علانا دستوريا يحدد مهلا لانتخابات الرئاسة والبرلمان عشرات الجرحى في انفجار ضخم يهز الضاحية الجنوبية من بيروت معقل حزب الله والمعارضة السورية والأمم المتحدة تدعوان نظام دمشق لهدنة خلال شهر رمضان حتام النشرة أشكر لكم طيب المتابعة دمتم في أمان الله وحبه موسيقى